نبيل القروي أحد مرشحين ثمين يتنافستان على مقعد رئاسة تونسية في مواجهة الأكاديمي قيس سعيد القروي رجل أعمال قابع في السجن بسبب اتهامات بالفساد نجح في تجاوز الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية ودخل على الجولة الثانية وهو في محبسه الأمر الذي يعرض الانتخابات التونسية كلها لخطر عدم الدستورية وهو ما يضع البلاد فيما وصفه البعض بالمأزق أو الورطة بينما يراه آخرون كارثة محققة من داخل سجنه سيخوض المرشح نبيل القروي الدور الثاني من السباق الرئاسي بعد رفض الإفراج عنه وفي الخارج يفتح القرار الباب على أزمة ستشهدها تونس في الفترة المقبلة قرار سيلقي بظلاله الأولى على الانتخابات التشريعية وسيعيد حسابات الناخبين وحضوظ المرشحين في آن تداعياته على الانتخابات التشريعية قد تكون ردة فعل عكسية قد يكون هذا عاما لدفع مزيد من الناس للتصويت إلى حزب نبيل القروي المسمى بقلب تونس إبقى أحد المرشحين في الدور النهائي بالسجن وتمكين المرشح الذي جاء بالمرتبة الأولى من أن يخوض معركة انتخابية دون منافس هذا سيلقي بظلال من الشك هذا سيردفع بالطعن في نتائج هذه الدورة الثانية أمام القضاء الإداري إن عدم تكافؤ الفرص سيلاحق الدور الثاني من الاستحقاق الرئاسي في كل مراحله لتصبح النتائج مفتوحة على كل الاحتمالات فردي الأولى هو أنه يفوز السيد نبيل القروي فهذا يعطي مشكلة أخرى في إخراجه من السجن من عدم إخراجه بعد فوز هذه تناولها مسألة أخرى فردي الثاني هو أنه يعلن على فوز المنافس السيد قيس سعيد وسيد نبيل القروي يقوم بطعن أمام المحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية تؤيد طعنه فبالتالي في هذه الحالة ستلغى نتائج الدورة الثانية القضاء قال كلمته والتونسيون توجهت هواجسهم نحو سيناريو إلغاء نتائج الانتخابات برمتها بينما يحذر مراقبون من مرحلة قد تتمخض عنها فوضى في الداخل وعزلة في الخارج من أمام محكمة الاستئناف في العاصمة التونسية علم طيرة العربية ونناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا من تونس عادل برينسي عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أهلا بك ومن تونس أيضا رضا بالحاج عضو لجنة الدفاع عن القروي أهلا بكم ضيفايا إلى بانوراما لهذا المساء واسمحة لي أن أبدأ مع سيد عادل لفهم شكل هذه الانتخابات يعني مع عدم إطلاق صراح أو إخلاء سبيل نبيل القروي كيف سيكون شكل هذه الانتخابات الرئاسية من حيث الحملة التي ستنطلق غدا ومن حيث عملية اقتراع المرشحين كذلك المتنافسين في الحقيقة هناك مأزق في هذا لكن بالقياس بالدورة الأولى للانتخابات الرئاسية عشنا مثل هذه التجربة أو مثل هذه الحالة وانتصر المرشح نبيل القروي وكان من بين المرشحين الأثنين أي يعني أن تونس عاشت مثل هذه الحالة كان نبيل القروي يقبع في السجن في الدورة الأولى من بين 26 و27 مترشح وانتصر هو قيس عيد نحن حاولنا بكل طرق لمبدأ توفير تكافى الفرص بالرغم من أن كل الأطراف بما فيها من الإعلام واجهونه وما فيه إعلام مضاد وإعلام مقولات مختلفة من قال أن هناك ليس هناك وجود لتكافى الفرص لفائدة كذا ولا حتى للقاة الفيزيوني سيد عادل هناك وسائل إعلام طلبت بأن تقوم بلقاء متلفز مع سيد نبيل القروي ورفض ذلك لماذا؟ هذا شأن قضائي نحن في تورس لا تتدخل في السلطة القضائية تبقى السلطة القضائية مستقلة وهي هذا الشأن وهذه أمورها وخباياها نحن لا ندري إجراءات القضائية وبالتالي نحن رسلنا جميع الأطراف حاولنا أكثر من ذلك بل أن هناك بعض الصحفة الورقية حاولت الانتصال بالنبيل القروي في السجن لإدراه لكن في المدة الأخيرة وجدنا رسالة واجهة بها نبيل القروي إلى منخريته أو إلى الشعب التوسي ونشرت على صفحات فيسبوك نشرها الموالين له وبالتالي هناك إشكال ربما أخلاقي ربما قانوني في بعض الأحيان لأنه هناك فرق قانوني لكن نحن كهية مطالبون أيضا بتحقيق نتيجة ببذل عناية لتنظيم مثل هذه الانتخابات نحن أذكره أنه بالقياس في الدور الأول كان نبيل القروي مسجولا وانتصر في الدور الأول يعني ربما هذه أثرت على المنافسين الأخرين وهناك من طعنوا في هذا الأمر من المترحجين واعتبروا أن نبيل القروي استفاد من سجنه وهذا حديث آخر لا نريد التدخل فيه نحن هيئة محايدة ولا نتدخل في ذلك المفيدة أننا حاولنا وبدلنا أقصى مجهود لتوفير مبدأ تكافر فرص بين الجميع حتى في المجال الظهور الإعلامي أو المجال التنافس الإعلامي على وسيل الإعلام سيد رضا بالحاج مبدئيا هل وصلتكم أي تعليقات من السيد نبيل القروي المترشح للرئاسة التونسية يعني الأكيد بأنكم تتواصلون معه من خلال محاميه أو من خلالكم أنتم أو من خلال المحيطين به ما الذي يقوله من داخل سجنه هو أنا من بين محاميه واليوم صباحا قبلته في السجن بالنسبة لي هو في حالة صدمة من موقف القضاء التونسي من رفض إطلاق صراحه باعتبار أن هذا القرار سياسي وهو قرار تقريبا مملأ من طرف سياسي لاستبعاده من السباق الانتخابي واستبعاد وإضعاف حزبه في التشريعية وتمكيل حركة النهضة من المرتبة الأولى هذا هو الوضع السياسي اليوم هناك طرف سياسي يستعمل في القضاء لإبعاد نبيل القروي من السباق الرئاسي وإضعاف حزبه في السباق التشريعي أما بالنسبة للدورة الثانية للانتخابات الرئاسية والذي حددتها الهيئة العليا المستقلة اليوم 13 أكتوبر فموقفه هو أنه لا يتمتع بنفس فرص الدعاية وبنفس الإمكانيات التي يتمتع بها خسمه أو منافسه هو قابع في السجن لم يقم بحملته في الدورة الأولى وهو محروم من الدعاية في الدورة الثانية التي تنطلق غدا وبالتالي أعتقد أنه تحديد موعد انتخابات في 13 أكتوبر والوضع لما هو عليه اليوم رغم أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كانت في المستوى بالنسبة للدورة الأولى ورسلت كل الأطراف المعنية لإطلاق سراحه أو على الأقل تمكينه من فرص القيام بدعايته إلا أن تحديد الانتخابات يوم 13 أكتوبر والمرشح الثاني الذي هو نبيل القروي في السجن هذا سيجعل هذه الانتخابات موضع شك موضع طعن داخليا ستكون من سيفوز بهذه الانتخابات سيكون فاقدا للشرعية الكافية ودوليا ستكون هذه الوضعية غير مواتية لمصلحة تونس وبالتالي اليوم لابد للهيئة العلية المستقلة للانتخابات أن تقوم بكل المشاورات لإيجاد حل لهذه المعضلة سنعود لهذه الجزئية مع السيد عاد لكن أبقى معك أستاذ رضا بخصوص عدم تكافؤ الفرص طيب ما هو البعض سيقول لك بأن هذا موضوع يمكن أن يقرأ من الجانبين كما يمكن أن يضر بالسيد نبيل القروي كما يمكن أن ينتفع به من ناحية عدم قدرة التونسيين على طرح أسئلة حول تهربه الضريبي حول غسل الأموال وحول كذلك تسريبات صوتية كانت تحدث فيها عن الحريات التي سيلغيها إذا ما وصل إلى السلطة ما رأيكم؟ هو عكس ذلك هو اليوم هناك تشويهات كبيرة خسمه والمحيطين بخسمه وحركة النهضة تقوم بالدعاية حتى في الانتخابات التشريعية رأينا رئيس حركة النهضة يتهم نبيل القروي وحزبه بتهم متعددة بالفساد بتبويض الأموال وغيرها هو على هذا الأساس تم توقيفه هو تم توقيفه بمقتضى قرار سياسي اتخذه يوسف الشاهد مع حركة النهضة لاستبعاده ليس قرار قضائي القضاء في هذا الموضوع لم يكن مستقل البارحة كان من المفروض اطلاق صراح نبيل القروي إلا أن النيابة العمومية والوكيل العام بمحكمة الاستئناف الذي يتبع نظاميا يتبع وزير العدل هو الذي رفض اطلاق صراح نبيل القروي إذن الوضع سجن نبيل القروي هو قرار سياسي متخذ من الحكومة بدعم من حركة النهضة لكن هذا يدين قضاء في تونس أستاذ رضا بالحاج وحضرتكم محامي وتعلمون بأنه مثل هكذا يمكن اعتبارها اتهاماتي في القضاء مع الأسف مع الأسف هناك جزء من القضاء اليوم غير مستقل وهناك تجاذب في القضاء هناك قضاء متجهون نحو استقلالية القضاء لكن هناك جزء ما زال تابعا لحركة النهضة ما زال يطبق تعليمات السلطة التنفيذية وهذا مع الأسف ما زلنا نعيشه ورأيناه في القضايا التي حركها يوسف الشاهد ضد نبيل القروي وغيره من الشخصيات التي كقضية المؤامرة التي اليوم ظهر أنها مركبة وملفقة من طرف السلطة التنفيذية كيف ذلك؟ كيف ملفقة؟ لا أعلم هل هناك دلائل خرجت للعموم؟ هل هناك إثباتات على ذلك؟ هناك قضية مؤامرة التهمة فيها رجال أمل مديرين عامين منذ ثلاث سنوات واليوم بعد أن وقع احتجازهم وسجنهم لمدة ثلاث سنوات تمكن القضاء من خلال محكمة التعقيب من تبرئة ذمتهم وهو ما يؤكد أن انتلاق هذه القضية كان بتحريك من السلطة التنفيذية ورئيس الحكومة السيد يوسف الشاهد الذي اليوم يريد أن يبقى في الساحة السياسية يريد أن يعفن الوضع السياسي والانتخابي لكي لا يغادر الحكم بعد أن خسر المعركة الانتخابية وخسر جميع التعون ورفض طعنه شكلا أمام المحكمة الإدارية منذ يومين وبالتالي هو يريد البقاء في السلطة بدعم من حركة النهضة لكي لا يغادرها ولكي لا تقع محاسبته نظرا للخرقات الكثيرة التي قام بها خلال فترته الحكومية سيد عادل بالعودة لك ولعمل الهيئة التي دائما تصر على أنه ستعمل جاهدة لإيجاد حل حتى تكون على الأقل أو يكون الجو جول انتخابات سليم ومنظم ومحترم لكل القوانين التنسية بالتالي هل استنفذتم كل السبل وكل الوسائل لمحاولة إيجاد هذه الأجواء لتتم هذه الانتخابات في كنف روح رياضية وفي كنف الاحترام للقانون قبل كل شيء أريد أن أؤكد أن الهيئة لها مجلس مستقل وينظر في كامل التداعيات لبعض القرارات وينظر في كامل أمور من كل الجوانب نحن نتابع المناخ العام ونعرف التجاذب السياسية الموجودة على الملاد نحن على التلاع تام وندرك جيدا ما معنى الأجال الدستورية ما معنى استقاق انتخابي ما معنى انتقال ديمقراطي ما معنى استقرار البلاد أيضا أي أن قرارتنا تكون مبنية على هذا المجال وبالتالي نحن ندرك إذا ما كان هناك بعض الأشياء التي أثرت على الشأن الانتخابي أو حتى على المنافسات الانتخابية أو سير الوات نحن إلى حد الآن في مثلا في الانتخابات التشريعية الحملات كانت باهتة وكانت معقولة وكانت ضمن القانون أي أن الانتخابات الرئاسية أثرت وسجن نبيل القروي أثرت بشكل لافت على الحملة الانتخابية في الانتخابات التشريعية تعبير أثرت إلى أي مدى هو دقيق سيد عادل أثرت لأنه البعض يقول أخلة أثرت يعني هناك مجال الإصلاف ربما أثرت أثرت يعني أن هناك الحديث اليوم لايس هناك من حديث لا عن تشريعية في كامل وسائل الإعلام بما فيه الوسائل الإعلام الأجنبية تتحدث فقط عن الدورة الثانية الانتخابات الرئاسية وينسونا أننا مقبلون عن الانتخابات التشريعية هامة والدستور والقانون في تونس والنظام الحكم في تونس يعطي مجالا أكبر للنظام البرلماني وبالتالي فهناك تغييب للانتخابات التشريعية لا أدري إذا كان تغييب أو إذا كان سوقنا إلى هذا المصار بفعلي لا ندري ما نقول لكن الإعلام اليوم كانت لنا نزمة صحفية للحديث عن الإعلان عن نتائج نهاية للدورة الأولى والحديث عن انتخابات التشريعية ولا سؤال من كافة الإعلاميين سواء المحليين أو الأجانب عن انتخابات التشريعية التي تبدأ يوم غد يبدأ الصمت الانتخابي بالنسبة للخارج أي هناك مقترعين سيذهبون وبالتالي هناك سيطرة عامة وهناك مثال تغييب للانتخابات التشريعية اليوم نحن نريد هذا المناخ نريد مناخ متكافأ حضرتك كمتابع سيد عادل ليس كعضو الهيئة العليا قلت لي منذ قليل بأنه نحن كذلك أعضاء الهيئة العليا نتابع كما كلنا تونسيين كل ما يحدث كمتابع من يلقى عليه اللوم لنصل إلى هذا المشهد اللوم لا يقع هناك عدة أطراف كل الأطراف حتى الفراغ القانوني الموجود في القانون الانتخابي أو في الدستور لا يوجد مثل هذه الحالة أن يكون مرشع الانتخابات وهو سجين لا يوجد حالة شغور تحدثت عن الوفاة أو المرض الدام أو التخلية والاستقالة لا تحدث عن هذا نحن مدركون أن هناك فراغ قانوني بل هناك أزمة أخلاقية أزمة أخلاقية من الجانبين هناك من يحسب أن هناك كيف لناخب تونسي في فترة انتقال ديمقراطي أن ينتخب شخصا متهم في السجن وهناك مجال آخر يقول كيف لشخص مترشح ولدورة ثانية ويتم سجنه هذه المجالات كل هذه الناس معها طيب كيف سيقترع وهو من داخل سجنه سيد عادل الأكيد بأنكم كذلك جهستم ذلك سيقترع من داخل السجن هناك منسع إلى ذلك القانون يمنحه أن يقترع أو أن ننتقل إليه بصندوق اقتراع وأن يقترع إذا كان هناك مجال إذا سمحت لنا إدارة السجون فننتقل إليه أما اليوم فأمام شبهة تكون مأزق أخلاقي سميه مأزق سياسي مأزق بسوري أو ما شبه ذلك المفيد أننا نحن مجبرون على احترام الأجال الدستورية لأننا في فترة قضاء التسعين اليوم يكون ليس لنا رئيس وهذا ما يجب أن نفكر فيه أيضا يجب أن يكون انتخاب رئيس في ظرف التسعين يوم يجب أن نفكر كذلك في استقرار البلاد في الانتقال الديمقراطي هناك إشاعات نسمعها كل يوم مثلا اليوم قبل أن نعلن عن موعد الانتخابات الجديدة هناك من تحدث عن إلغاء الانتخابات وهذا إشاعات نسمعها كل يوم ويرويجها من من يرويجها لا ندري من لكن لمن له مصلحة في ذلك طيب أستاذ رضا أنهي معك ربما بنقل ما يقوله مناصر المرشحة ثاني قيس سعيد يقولون بأن عملية سجن نبيل القروي هي تنفعه أكثر مما تضر به هي بالعكس تضر بالمترشح قيس سعيد لأنها تخفي ما يريد التونسيون أن يعرفوه عن هذا المترشح ما رأيكم؟ هذا ليس صحيح باعتبار أن سبر الأراء والدراسات التي تتم يوميا وهي داخلية باعتبار أنها ممنوعة اليوم سبر الأراء والدراسات إلا أنه منذ سجن نبيل القروي هناك دراسات تقول بأنه يوميا يفقد مقعدا أو مقعدين في الانتخابات التشريعية ونقطتين في الانتخابات الرئاسية لا يمكن لمترشح أن يتقدم في الانتخابات وفي الرأي العام وهو مسجون لا يدافع عن رأيه لا يرد على الاتهامات هذا غير معقول ما يقدمه أنصار هل سيطعن في هذا القرار وفي حالة فوزه؟ هل سيخرج من السجن ليتوجه إلى قصر قرطاج؟ هو سمح حالتين إذا هو اليوم هناك مشكلة ربما هناك التفكير في دعوات متعددة قضائية لتأخير الانتخابات إذا لم يقع تأخيرها ربما يقع التعن مؤكد سيتم التعن في النتائج هذا من الناحية القانونية والمحكمة الإدارية واضحة في فقه قضائها بالنسبة للمساواتي في الفرس ثم أن الأزمة الأكبر هي أزمة سياسية ستجعل الانتقال الديمقراطي ككل محل شكل ومحل الخطر هذا هو الخطر الكبير شكرا جزيلا لكم من تونس أو السيد رضا بالحاج يتبع طبعا لجنة الأزمان القروي وكذلك معنا السيد عادل البرنسي عضو الهائل العليا المستقل للانتخابات شكرا جزيلا لكم تأجيل التأخابات تأجيل المشاريع والله المفروض يكون مواجهة لخصمته لا يكون في السجن معناها الدولة تصرف ألاف المليارات على الانتخابات نزيدون أجلوها تهو الشعب فات تسعة سنين وعنا نسلنه معناها متحصل لوضاع نزيدون أجل الانتخابات أولا أنا مع تأجيل الانتخابات خاطر ما يجيش نحكمه على منتخب يعني مترشح للرئيسة غير ما يعني الناس سمعوه ويقوله هو وقعت في الحبس كما سينابيل القروي الحل ينجع أما يحكموا عليه وتثبت دارة الاتهام وتثبت عليه الجريم ولا تسايبو وخلاك عرص ديموقراتي ترجمة نانسي قنقراتي